بتغطى عندك على كلمة تسجيل بيقول لك برجاء الانتظار قليلا ويقول لك هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتير قوي من المستخدمين بطاعة فيزا اسمها البطاعة دي لما بتيجي تروح عندك على الطبية بتاع ايزي بي كده وتقول له هنا تمنع البيانات رقم التليفون والرقم القاومي والكرت ورقم الكرت اللي هو مقاوم من ستاشر رقم بتغطى عندك على كلمة تسجيل بيقول لك برجاء الانتظار قليلا ويقول لك هنا المشكلة دي بتواجه ناس كتير قوي من المستخدمين طبية ايزي بي اللي هو تابع البريد المصلي والفيزا بتاعته دلوقتي بن بضغط على كلمة تسجيل بيزهر لي المشكلة دي اكتر من مرة الحل بسيط جدا وان شاء الله تابع معي كده في الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اول حاجة انا بفكر بره السندوق اصلا والفيديو ده مش هتلاقيه على يوتيوب انك تحل المشكلة دي بالذات يعني انا جاي اتكلم في المشكلة الرسالة اللي بتظهر تحتي دي بالذات طيب انا هدخرج بره كده وبنزل طبيق اسمه يلا طبيق يلا هو نفس طبيق واللي تلاقيه ممكن يتربطوا ببعض عادي جدا قبل ازاي كل ده تابع معي كده وما تقفلش الفيديو اخش كده على طبيق يلا بعد كده بتروح عندك على كلمة اسمها تحت هنا يلا فلوس بعد كده انا بيزار لك الفيزة بتاعت يلا سيبك من الفيزة دي كل عليك بس انك بتروح شمال كده شوية هتلاقي الفيزة بتاع بس بتتربط باسم ميزة دلوقتي هتروح كمان شوية كده هيقولك ربط بطاقة بنكية جديدة اضغط على ربط بطاقة بنكية جديدة وابدأ اضيف الارقام بتاع فيزة ايزي بي الخاص بيك الرقم السبتاشر رقم هنا وكمان تاريخ الانتهاء لتحت السبتاشر رقم والسي في في اللي هو موجود في ظهر الكارت المقام من ثلاثة ارقام واكتب اسمك واسمك كمان مختصر والغط على كلمة اضف زي ما انت شايف كده انا ضفت انفيزة بتاعتي في طبيق اسمه يلا الفيزة دي تقدر تعرف بقى مثلان ايزي بي انت عملت ايه المعاملات ان هنا وكمان تعرف الرصيد بتاعك ادي ايه كمان ممكن تشحن رصيد من خلال فيزة ايزي بي عادي جدا وكل ده بيتعمل من طبيق يلا وبدون اي مشاكل يعني مش هتحتاج الطبيق ده تاني خالص طبيق ايزي بي لحد ما المشكلة بتاعته تتحن يعني الطبيق ده هيفيدك كمان في حاجات كتير قوي يعني انت مجرد ببتيجي تربط ايزي بي بيزر معاك بفيزة اسمها ميزة انا معرفش ان ليه اللي غلط ده بس هو فعلا فيزة ايزي بي تربطت بالطبيق ده واستغنيت عن طبيق اسمه ايزي بي تقدر كمان تروح عندك على الرئيسية وتروح تضغط على كامل متقدم هنا تقدر من خلال فيزة ايزي بي ومن خلال الطبيق اللي انت ربطته بيه تدفع فواتيرك يعني فواتير موبايل وشحن رصيد كمان وانترنت وتشحن العاب وكمان تبرع وكمان تشحن الخط الارضي والكهرباء والمية والغاز والكصائم اللي هو بتستخدمها في امازون او المراكع الالكترونية لو جيت تنزل تحت كده يتناهي فيه عروب بيتعملها لك وكبان برضه لخلال ايزي بي اي عملية اذاعة او سحب من خلال التنبيهات او النقاط بتتحول لنقاط ومن النقاط بترجع لك تاني لثلوس يعني طبيه يلا ده افضل من طبيه ايزي بي اكتر من مرة هم الشركة واحدة بس الفكرة في الاسم فرد شركة ايزي بي غير يلا هم الاتنين احسن من بعض الصراحة فصوصا لو انت استخدمهم في مندال التسويق او بتشتري حاجة على طريق الانترنت او كمان بتدفع فاكيرك من خلال ايزي بي فكده انا بقول لك استغنى عن طبيق ازي بي دلوقت الحد ما ينجي يتحسن ويتصلح وروح استخدم طبيق يلا علشان تحل مشكلة الرسالة اللي بتظهر لك دي اللي هي فوق كده شرحين فيها ما تنساش تعمل سبسكيرب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة